تفنات الممثلة وعاردة الأزياء فاتي جمالي هاتسنة في اختيار اللوك المناسب لحتفالها بالهالوين اخترت فاتي أنها تعتمد على مكياج رأس الجمجمة أو ما يصطلح عليه بالدماغ لوك فاتي هاتسنة خطف الأدواء وتسبب أيضاً في جدل كبير بحيث انتقد البعض احتفالها بالهالوين باعتبار وعد أمريكي وما عنده تعالق بالديانة الإسلامية سبق الموقع للا فاطمة أنه سوى الفاتي على الانتقادات اللي تلقاتها العام الماضي بسبب احتفالها بالهالوين وكان هذا هو الرد ديالها هذو اللي يقولون بحلقة ما خاصهمش يكون عندهم انستغرام أن الواحد اللي غادي يعتني انتقاد بحلقة ولا ناصيحة بحلقة خاصه يكون عندهش تلفازة في الدار وما عندهش انستغرام وما يعرفنيش أساساً باش نقدر نتقبل منه هادش حيث إلا جينا ندخلوه في هذا الموضوع حتى الانستغرام بخاصه شي يشعر الأغنية الجديدة دي المان البنش لخانية هي لدير البوز هذا الأسبوع الأغنية كتحكي على معنى الالتظام الحقيقي في العلاقة بالحبيبين يعني لكان فعلا هناك وجود للحب فخاص الحبيب يعرض الزواج على الحبيبة ديالو فكرة الفيديو كليب مميزة وخاصة بالتقاليد المغربية اللي كتكون في الأعرص التقليدية لمن ناحية اللباس والدكور المغربي الأصيل نيا هي عمل متكامل من ناحية الكلمات لألحان التصوير وإخراج الكليب اللي كان من طرف أميرا العزوزي من البنش اللي خحكت بالتفصيل على هاد العمل قستو أعلك وليست صوير هاد الكليب نخليكم مع التصريح ديالها نيا هي حتوق أصد منا مغربية الشيخة معاً من قبل أن يتبع أطفال شيخ ومن ثم يتبع أن يطفل لكي يطفل لها ولكنه عبارة كان لا يطفل لها لها مهزة لها سأجب أن يتبع أشيخ هذا لأنه الضغة في المنزل لأنها مهزة تصدرون الشيخ فهي لديه عدد من خلال البياني جديد من أعلامها لأنه فيه ويأتي بشكل مروري وتعالي نجال التعليق فهي نظر مفرحة ويتمع تشعر بمعرفة البيانات ويستحر بمعرفة البيانات ويشعر في الفترة فهي ويستحر بمعرفة البيانات ويستحر بسيطة لذلك أريد أن أشكر كل الناس الذين يمتعون في تصوير هذه الأشياء بشكل غير مباشر على الناتل الإعلامية وعارضة الأزياء ليلة الحديوية على خبر ارتباطها ونشرات ليلة صورة على ستوري حسابها بالإستغرام وهي كتمسك بياد رجل بلا ما تكشف على الهوية دياله وعلقت عليه وقالت القدر يكتب عندما تلتقي روحاني ويمنحان أيديهما للسير معا ديروا لايك وبرتاجوا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تابونه وفلاشين وتفعلوا الجرس لتوصل بكل جديد للفاتمة